شوفوا أصابع هالبطاطا المقرمشة الكتير حلو شكلها تقريبا شبس بطاطا بنقدر نعتبرها أو بطاطا مقرمشة كتير طيبة كنوع من المقبلات عندي أربع حبات بطاطا متوسطة سلقتها بالإشر سلقتها سلق تام يعني لما أجأ أقشرها بتتأشر معي بكل سهولة مثل هيك تكون ناضجة تماما تحتاج تقريبا على النار من نصها على 45 دقيقة حسب حجم البطاطا ونوعها أشعة البطاطا وهي سخنة وهلأ رح أهرسها وهي سخنة كمان لما نهرس البطاطا وهي سخنة تعطينا نتيجة أفضل تطلع معنا كتير نعمة يفضل تسلق البطاطا بالإشر رح يغير نكهتها وقوامها كمان كتير هن رح أضيف النشا وهو المكون السري لها الوصفة استخدمت عشر معالق كبيرة من النشا وإذا عيرناهم بعيار الكوب رح يطلعوا معنا كوب كامل من النشا هلأ رح أضيف معلقة صغيرة من بودرة التوم ومعلقة صغيرة من بودرة البصل ومعلقة صغيرة من الملح كمان حبيت أضيف الأوريغانو وضفت معلقة صغيرة وآخر إشير وبعكوب من الجبنة أي نوع من الجبنة وكمان ممكن تستغنوا عنها رح أعجن هاي المكونات كلها بإيدي كتير منيح لحد ما تصير عندي عجينة عجينة نعمة جدا وبتتشكل بكل سهولة ما رح تحسوا إنهم تكون من البطاطا أصلا بعد ما انتهيت من عجن الجبنة والبهارات مع البطاطا رح أضيف معلقة كبيرة من الزبدة وأعجنها كمان معاهم الكتير منيح رح تصير عندي العجين بهذا الشكل هلأ رح أخذ منها كرات أو يعني كمية صغيرة وأبدأ أفردها وأقطعها لقطع صغيرة بعد هيك القطع هاي الصغيرة رح أفردها على شكل أصابع هلأ لكم حرية القرار بتقدروا تفردوها أصابع أو تتركوها كرات صغيرة أو مربعات أو تشكلوها حسب ما بتحبوه بتقدروا كمان تفردوا كل الكمية بصنية وتقطعوها لمربعات هيك بعد ما انتهيت من تشكيل كل كمية عجينة البطاطا ننتقل مباشرة للألي عندي زيت غميق على النار يفضل الزيت يكون غميق ونضيف مش مقلي فيه من قبل ويكون حار نبدأ نضيف أصابع البطاطا بهالشكل وما منحركها مباشرة رح أتركها شوي لبين ما تبدأ تاخد لون دهبي النار لازم تكون متوسطة مش عالية هون بعد ما بلشت تاخد لون ببدأ أحركها بهالشكل لحد ما تصير دهبية ومقرمشة تماما مثل هيك ببدأ أرفعهم من الزيت وبكمل الألي لحد ما أنتهي هون صارت عندي أصابع البطاطا جاهزة تتقدم مع الكتشاب والميوناز وألف صحة ترجمة نانسي قنقر